أوروبا تعيش هدنة من فيروس كورونا وقد تخرج من الجائحة نهائيا هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية ويعود هذا المكسب إلى معدلات التلقيح المرتفعة وانتشار متحور أوميكرون الأقل خطورة زيادة على الاقتراب من انتهاء فصل الشتاء لكن المنظمة حذرت في الوقت نفسه على لسان مدير فرعها بأوروبا من أن الجائحة لم تنتهي بعد الجائحة لم تنتهي بعد لكننا في وضع فريد عيش حاليا فترة يمكننا فيها استعادة القدرة على السيطرة وعلينا أن لا نفوت هذه الفرصة يجب أن ينظر إلى فترة الحماياته على أنها هدنة قد تجلب لنا سلاما دائما هذا السياق الذي لم نشهد من قبل خلال هذه الجائحة يجعلنا أمام إمكانية أن تكون هناك فترة هدوء طويلة من جهة أخرى حذرت المنظمة من أن هذا السيناريو المتفائل يتطلب أن تواصل الدول حملات التطعيم والمراقبة للكشف عن أي متحورات جديدة وحثت أيضا السلطات الصحية على حماية المجموعات المهارضة للخطر وتعزيز المسؤولية الفردية أعتقد أنه من الممكن الاستجابة للمتحورات الجديدة التي ستظهر حتما بدون فرض التدابير المعيقة التي كنا بحاجة إليها من قبل ولأنه من الممكن العجل هذه القيود فإن الأولوية القصوى يجعل جميع البلدان تبلغ مستوى حماية عالي يمكنها من الوصول إلى وضع مستقر وكل هذا يتطلب زيادة جذرية في المشاركة اللقاح مع الدول الأخرى لا يمكننا قبول عدم المساواة في اللقاحات ليوم آخر يجب أن تكون اللقاحات للجميع وفي المنطقة الواقعة ضمن نطاق تغطية الفرع الأوروبي بالمنظمة الصحة العالمية والتي تضم 53 دولة بما في ذلك دول واقعة في آسيا الوسطى سجلت أعداد الإصابات ارتفاعا حادا عندما بات المتحور أوميكرون مهيملا إلا أن الوضع الصحي يعتبر أقل إثارة للقلق يأتي هذا في وقت رفعت فيه دول أوروبية عدة رفعت القيود المتعلقة بكوفيد 19 وكانت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترفع كافة القيود بما في ذلك ارتداء الكمامة